اشتركوا في القناة وثمانية عشر فإلى هناك بسم الله الرحمن الرحيم إن اللجنة العليا للإشراف على سلامة انتخابات مجلس النواب وبعد الاطلاع على محاضر اللجان الإشرافية في المحافظات وتنفيذا للمادة الثامنة والعشرية من المرسون بقانون رقم أربعة عشر لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية فإننا نعلن النتائج النهائية للانتخابات النيابية في الدور الثاني التي جرت في يوم السبت الموافق الأول من ديسمبر 2018 حيث أصفرت الانتخابات في الدورين الأول والثاني عما يلي أولا محافظة العاصمة الدائرة الأولى الفائز فيها عادل عبد الرحمن محمد أحمد العسومي الدائرة الثانية الفائز فيها سوسن محمد عبد الرحيم كمال الدائرة الثالثة الفائز فيها ممدوح عباس أحمد الصالح الدائرة الرابعة الفائز فيها عمار أحمد غلوم البناء الدائرة الخامسة الفائز فيها أحمد صباح سلمان السلوم الدائرة السادسة الفائز فيها معصومة حسن عبد الحسين عبد الرحيم الدائرة السابعة الفائز فيها زينب عبد الأمير خليل إبراهيم الدائرة الثامنة الفائز فيها فاضل عباس عيسى علي عيسى السواد الدائرة التاسعة الفائز فيها عمار حسين إبراهيم عباس الدائرة العاشرة الفائز فيها علي محمد عيسى عبدالله سحاقي ثانيا محافظة المحرق الدائرة الأولى الفائز فيها حمد أحمد محمد صالح الكوهجي الدائرة الثانية الفائز فيها إبراهيم خالد إبراهيم لنفيعي الدائرة الثالثة الفائز فيها محمد عيسى أحمد عبدالله العباسي الدائرة الرابعة الفائز فيها عيسى عبدالجبار محمود الكوهجي الدائرة الخامسة الفائز فيها خالد صالح أحمد بوعينج الدائرة السادسة الفائز فيها هشام أحمد يوسف أحمد العشيري الدائرة السابعة الفائز فيها عمار سامي علي حسن قنبر الدائرة الثامنة الفائز فيها يوسف أحمد حسن محمد الذوادي ثالثا المحافظة الشمالية الدائرة الأولى الفائز فيها كلثم عبد الكريم جاسم محمد نايم الحاتي الدائرة الثانية الفائز فيها فاطمة عباس قاسم محمد الدائرة الثالثة الفائز فيها عبدالله ابراهيم مبارك خليل الدوسري الدائرة الرابعة الفائز فيها غازي فيصل حسن حسين عبدالرحمة الدائرة الخامسة الفائز فيها السيد فلاح هاشم فلاح عبدالله الدائرة السادسة الفائز فيها عبدالنبي سلمان أحمد ناصر الدائرة السابعة الفائز فيها أحمد يوسف أحمد الدمستاني الدائرة الثامنة الفائز فيها عبدالله خليفة جمعة كريم الدوادي الدائرة التاسعة الفائز فيها يوسف زين العابدين محمد زينل الدائرة العاشرة الفائز فيها باسم سلمان محمد سلمان رحمة المالكي الدائرة الحادية عشر الفائز فيها محمد خليفة عبدالله حسين بوحمود الدائرة الثانية عشر الفائز فيها محمود مكي سلمان رابعا المحافظة الجنوبية الدائرة الأولى الفائز فيها أحمد محمد أحمد سعد العامر الدائرة الثانية الفائز فيها عيسى علي جمال القاضي الدائرة الثالثة الفائز فيها أحمد يوسف عبد القادر محمد الأنصاري الدائرة الرابعة الفائز فيها علي أحمد علي زايد الدائرة الخامسة الفائز فيها فوزية عبدالله يوسف زينل الدائرة السادسة الفائز فيها عبدالنزاق عبدالله علي حطاب الدائرة السابعة الفائز فيها علي ماجد علي حسن الماجد النعيمي الدائرة الثامنة الفائز فيها محمد إبراهيم علي مهنة السيسي البوعينين الدائرة التاسعة الفائز فيها بدر سعود جبر عبدالله الدوسري الدائرة العاشرة الفائز فيها عيسى يوسف عبدالله أحمد الدوسري وبناء على ما تم إعلانه من قبل رؤساء اللجان الإشرافية بشأن نتائج الانتخابات البلدية وطبقا للمادة السابعة والعشرين من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية فإن النسخ المرسلة لوزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف من قبل اللجان الإشرافية تتضمن النتائج التالية أولا محافظة المحرق الدائرة الأولى الفائز فيها وحيد محمد أحمد لبديد المناعي الدائرة الثانية الفائز فيها حسن فاروق حسن أحمد الدوي الدائرة الثالثة الفائز فيها باسم عبدالله علي مجدمي الدائرة الرابعة الفائز فيها غازي عبدالعزيز يوسف جعفر المرباطي الدائرة الخامسة الفائز فيها صالح جاسم سلطان جاسم بوهزاع الدائرة السادسة الفائز فيها فاضل عباس حسن أحمد العود الدائرة السابعة الفائز فيها أحمد محمد عبداللطيف أحمد المقهوي الدائرة الثامنة الفائز فيها عبدالعزيز ثامر خليفة هزاع الكعبي ثانيا المحافظة الشمالية الدائرة الأولى الفائز فيها السيد شبر إبراهيم فاخر الوداعي الدائرة الثانية الفائز فيها بالتزكية بدري إبراهيم عبدالله محمد عبدالحسين الدائرة الثالثة الفائز فيها محمد سعد صالح سعد ميبر الدوسري الدائرة الرابعة الفائز فيها فيصل محمد علي عباس شبيب الدائرة الخامسة الفائز فيها أحمد محمد عبدالله كوهجي الدائرة السادسة الفائز فيها حسين محمد كاظم حسين العاري الدائرة السابعة الفائز فيها زينة جاسم علي جاسم الدائرة الثامنة الفائز فيها ياسين زين العابدين محمد زين العبدالله الدائرة التاسعة الفائز فيها عبدالله مبارك بلال مبارك الدائرة العاشرة الفائز فيها محمد يوسف محمد راشد الضاعن الدائرة الحادية عشر الفائز فيها أحمد علي راشد المناعي الدائرة الثانية عشر الفائز فيها زينب محمود علي عبدالحسين الدرازي ثالثا المحافظة الجنوبية الدائرة الأولى الفائز فيها إيمان حمد حسن عبد الله الدائرة الثانية الفائز فيها مال الله شهين مال الله شهين عبد الله الدائرة الثالثة الفائز فيها عبد الله إبراهيم عبد اللطيف إبراهيم الدائرة الرابعة الفائز فيها عمر عبد الرحمن محمد عبد الرحمن الدائرة الخامسة الفائز فيها عبداللطيف محمد سلمان محمد الدائرة السادسة الفائز فيها خالد عبدالله راشد عبدالرحيم جناحي الدائرة السابعة الفائز فيها عبدالله أحمد إبراهيم بوبشيت الدائرة الثامنة الفائز فيها بدر صالح عبدالعزيز الدريب التميمي الدائرة التاسعة الفائز فيها طلال عتيق بشير الدهام الدائرة العاشرة الفائز فيها بالتزكية إحزام إبراهيم مفرج الدوسري وبهذه المناسبة ترفع اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات ورؤساء اللجانة الإشرافية خالص التهاني والتبركات إلى مقام سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وإلى مقام صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وإلى مقام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول للرئيس مجلس الوزراء وإلى شعب البحرين الوفي العزيز بنجاح الانتخابات النيابية والبلدية لسنة 2018 والتي بلغت نسبة المشاركة فيها ما يقارب 67% بالنسبة الانتخابات النيابية وما يقارب 70% للانتخابات البلدية سائلين المولى جل وعلا للمملكة دوام التطور والرخاء وأن يوفق الجميع في مواصلة الإنجاز والعطاء في سبيل وطننا الغالي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته